حضرتك كمان كان لك يعني واحدة من السير اللي ذكرتها وهي طبعا الفنان السعودي الفنان طلال مداح ليه طلال مداح تحديدا وبرضو ايه اللي عجبك في سيرته علشان تحاول ان انت تقدمها للقراء طلال مداح طبعا فنان عرب كبير جدا وفنان سعودي كبير طبعا لمستوى الفن طبعا وقيمته الفنية معروفة ومقدرة يعني ويمكن كانت وفاته على المسرح كان حدث جلل يعني كان حدث مهيب في ناس شافتوا يعني نهاية طليق بفنان انه هو يعني حتى اخر حياة وهو مصمم انه هو يموت محتضن العود يعني هذا الرفيق اللي بدأ معه مشواره كامل صحيح رفيق ضرب اه لكن طلال مداح تحديدا كان من الحاجات اللي كتبت بصعوبة برضو بس على مستوى التوصيق لان طلال مداح انا اكتشفت ان لم يكتب عنه وده صعب عليك يعني فكرة ان هذا الكائل صعب عليك اه صعب عليك جدا اللي هو ازاي فنان بحجم طلال مداح ما حدش يكتب عنه فاكتشفت ان ابنه هو اللي لا يا جماعة حدش يكتب عن ابويا وان اي حد يكتب يكتب من خلال اه يمكن اهله كانوا متحفزين على سيرته علشان كده انا كتبت بس رعيت تماما فكرة التوصيق ان لا تكتب اي معلومة مش على لسان طلال مداح نفسه يعني حتى كمان في بعض الفيديوهات لابنه بيحكي فيها معلومات هو مسؤول عنها مش هقول مغلوطة لكن اللي بيحكي رواية اخرى هو طلال مداح نفسه يعني طلال مداح لوها المصدر بيحكي لي معلومة فانا هستجبلها من هو الحق والاصدق فبالتالي ده كان من الحاجات برضو اللي رعيت تماما فكرة التوصيق فيها لانه ما تكتبش في روايات اخرى بيحكيها الشخص نفسه فبالتالي ده برضو ارهقني وخد مني مجهود فكرة ان انا هتتبع اسيرته تماما من خلاله هو لانه ما فيش مصادر لم يكتب عنه تماما طلال مداحيا ترامب واعتقد ان دي برضو من الشخصيات اللي اكيد ارهقتك سياسيا وبحثيا وعلى كل المستويات الكتاب عن ترامب في حد ذاتها اللي هو غريبا انت بتكتب لي عن ترامب ليه اختارت الشخصية دي تحديدا اولا لان هو شخص كان المؤثر ده بيبقى شخص مؤثر سواء سلبا او اجابا بس كان ليه علامة او كان ليه تأثير وفي نفس الوقت الناس عايزة تعرف منين جاء هذا الشخص او هذا الاقتصادي الكبير او هذا الشيطان العالمي فبالتالي حتى كمان لما انا ابتدعت له حكاية وخلقت له حكاية خلقت حكاية اسمها الصفقة من يشتري ترامب لان انا كنت بصراحة مش حبه فكان لازم اجيب حكاية اللي هو انا براعي التوصيق لان دي منطقة فيها حياة تماما مش احط فيها رأي لكن الحدوتها تتحكي ازاي ترامب عنده كتاب اسمه الصفقة هو الكتاب كان عامل مبيعات عظيمة جدا بالملايين عن فكرة انك تبيع لا شيء لكل شيء يعني فكرة هو الراجل الجادر ان هو يبيع لا شيء عرفيا وتمان غالي هو ازاي ترقة صفقة هو فكرة اجام على فكرة ازاي ترقة صفقة فبالتالي انا لو قررت فيهم من الايام ان انا ابيع ترامب نفسه انا تخيلت بان فيه دوميا صغيرة اللي هي على شكل ترامب دي معروضة للبيع على اونها على دولة تري من يشتري ترامب وبتبدأ من خلال الشخص اللي هما بيدخلوا المزاد اللي هو لا انا ببعلكوا بقى سيرة هزي الدوميا مش الدوميا فبالتالي هذا الراجل اللي بيبيع العرائس او الدومة هو تلميذ من تلميذ ترامب اللي خاده معا ايه فكرة تعلم على ايده فن الصفقة فانا كانت ابتبعت هذه الحدوتة اللي فيها شبهة يعني مش عايز هو ايه انا لكن لا اللي هو هذه يعني عروسة في الاول و في الاخر بنبيع بنبيع تاريخها وبدأت اتتبع باسيرته ووسقها بشكل اقتصادي وبشكل سياسي وبشكل كل الجوانب يعني نقول طفلته مين اقرب شخصية في كل الشخصيات اللي كتبتها او في الست شخصيات اللي ذكرتوهم في كتابك اه اكيد نجيم محفوظ بالنسبالي انا بذكر شخصيات انا 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 حبيت بحب بحب اكيد ادب نجيم محفوظ و بحب شخصيته وصيرته البسيطة خالص و تلقائته و جربه من الناس يعني وخف الدم هو شخص مرح جدا وبسطته اه بسط بسيط خالص يعني حدا من المواقف اللي بتاكس شخصيته انه عندما يعني يفاز بجيزة نوبل في التاني يوم بيحتفي مع الناس في الجهاوي في الشوارع فمصاحب كل الناس والناس اللي بتورنش وبتاع فمن المواقف حتى الطريفة اللي ذكرتها ان الراجل بتاع الورنش معادي فاعفيه يعني الناس ملموة حدوان يجي محفوظ فاجل له لأسطة كثب جيزة نوبل فاجل له يعني قبلا شهادة الكبيرة فالله هو أوه هو دول الناس اللي بيحبوهم من جيم محفوظ شب المساطة والحب هو ده الناس اللي هو اتعلق بيهم بقى نجيب محفوز اللي هو بالنسبة لهم فرحانين له بس مش عارفين فرحانين ليه فبشكل عام أنا بقى كنتم بتاميل أكتر للأديب اللي راحي نجيب محفوز طبعا أكيد طيب يعني كلمني شوية عن الكتاب نفسه ككتاب إيه الصعوبات اللي وجهتك شيء والله يعني أنا باعتبار أن أنا بجوم على فكرة التوصيق فالتوصيق ده عقبك بك كان أكتر حاجة مرهقة بالنسبة لك مش مرهقة أكتر منها برأيها لأن ممكن حد لأنا لو ذكرت معلومة غلط بالتالي أصي معلومة فكيد هيتوجه لنقد اللي هو أنت يعني مش هضيف رأيي في معلومة وبالذات كمان في فكرة الكتابة نفسها كان فيها صعوبات فكرة أنت بتكتب للكتابة الصوتي ده كان فيها معايير مختلف عن الكتابة للأدب بشكل عام لأن أنا براعي فكرة المتلقي براعي فكرة أن الجمل تبقى أكثر شوية براعي فكرة أن اللقاء عشان اللقاء ما أمين لش لأن في الأخير هو بيسمع يعني الكتاب لو أنا مليت منه ممكن أقفله وارجع له بعد شوية لكن الكتاب الصوتي لو أنا مليت ما خلاص هقفله فأنا عايزة رأيي طول الوقت ده بيراعي حتى على مستوى مش صنع الكتابة نفسها بأنك يعني تشد الخيط على استقامته وتخلي طول الوقت الإقاع المشدود أنا عايزك طول الوقت منتبه معي فده براعي حتى على مستوى المتراضفات على مستوى الجمل البناء نفسه بتاع الحدوتة فبشوف أن ده في صعوبة أكبر من الكتابة لمجرد الكتابة أنا ده أصنع كتاب بإبداع يعني فلو منك للورع يعني لكن الكتابة الصوتي فيها عامل أخرى لازم تراعى لازم تراعى طبعا طبعا وإحنا في زمن السرعة والإقاع بتاعه بقى مختلف تماما فاللي مش هيقدر يعمل ده أعتقد أنه مش هيكون مناسب للزمن ده أقول أنا أسف المطروح كتير فبالتالي أنا كالقارأ أو مستمع لو أنت ما تلكتنيش أو ما حكمتش قبضك عليها ببساطة جديدة هاجي مغير الكتاب اللي جاي أو السير اللي جاي محدد هتكون شخصيات منين بتفكر في شخصيات معينة أو للسر؟ هو الحقيقة فيه كتاب تم الحمد هو فيه كتاب في المعرض ده ديوان شهر ديوان جديد إن شاء الله وفيه كتاب فعلا سير احنا تمناه وخلص تسلم يعني هو كتاب سيرة واحدة ده واحدة بس شخصية واحدة بس وهو أديب مصري يعني كبير إن شاء الله يكون مفاجأة وحلام بيتسجل يعني أنا في طور التسجيل خلاص وإن شاء الله يكون مفاجأة كبيرة يعني ويبسط الناس جميعا لكن ده عكس اللي فات يعني ديوان شهر ده كتاب نجاحات